كل شخص اتحرم من الزرورية كل ما عليك انك انت حتجيب كوباية مية زي دي الكوباية المية دي حتستخدمها في فترة التبويد عند زوجتك انك انت حتقرأ عليها عيات قرآنية معينة وثق ان ربنا سبحانه وتعالى حياها بلك من الصالحين لان يعني سبحان الله المية ربنا جعل منها كل شيء حي وما تخليت زوجتك تشرب غير المية ديت تمام؟ اول حاجة عايزك تعرف يا اخي الكريم ان الشيطان ممكن يسكن عند المرأة في الرحم فلما يسكن الشيطان في الرحم يستحيل ان المرأة ديت يعني سبحان الله تأتي بزرية بمعنى انك انت يحصل مهما يحصل من موضوع التقاء او جماعة يجي الشيطان ده يحيل بين الحيوان المنوى ويوصل للبويدة سبحان الله فتي يجي تروح لطبيبه اتنين ما فيش اي مشكلة يقولك يا اخ انا متأمل في الاشاعة ما فيش اي مشكلة عندك ولا عند زوجتك تمنع انك انت اساسا ترزق بالزرية ولا ترزق بالحم تروح تعمل حقن مكهري تبصت لان الحقن المكهري سقط الحمل وما انتش عارف اي هي الاسباب فتفضل بقى نحتار تروح من واحد لاثنين لثلاثة يا سيد الكريم كل ما عليك انك انت حتجيب كبات مية زي دي تمام وايضا زجاجة مسك هنطلعها من هنا هوت معرفش اي اي وا اهي ادي زجاجة المسك ده الشيء التاني هم دولة شي اين هوت فترة التبويض بس هتستخدمها وانت كذلك يعني سبحان الله يكون عندك يقين في الله جل وعلا تكون متوضي وتقرأ قولي تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين اربعين مرة رب هب لي من الصالحين تفضل تكرر وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتقول رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك الذريات طيبة أنك سميت دعاء وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم تنفس في الماء تفضل أنك أنت ماشي على البرنامج ده طول فترة التبويت هتبص تلاقي إن شاء الرحمن أن زوجتك حملت طب المسكي ده هستخدمه فيه ربما أن يكون فيه شيطان ساكن في الرحم عند زوجتك أو ساكن عندك في الحوت فيحيل بينكم وبين الذرية والإنجاب هتجيب حلة مية وحتقرأ عليها صورة المؤمنين والذريات وفصلت وحتقرأ عليها صورة المرسلات ولما تجي عندك قولي تعالى الآيات الإفاية الذرية والإنجاب في المؤمنين أو المرسلات أو فصلت هتقول مثلا إيه مثلا على المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر المعروم فقدرنا فنعمى المقادرون وتجي نافذ في الماء وتقرأ يعني سبحان الله الصور ديت وتخلي زوجتك يعني تسخن الماء ديت على النارس وما بعد ذلك توضع قطرات المسكة عليها وتكون برضو قارئ عليه وتخلي الزوجة توقف فوق المسك وفوق قطرات الماء ده حيطلع يبخر الحوض عندها فبالتالي الشيطان اللي موجود حيهلك بإذن رب العالمين دي وصفة سهلة جدا مش هتاخد منك ده أهيئ حاول انك انت تجربها مش هتندم وشاركها لأصحابك واصدقائك فالدالي على الخير كفاعلي دمتم فد في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتنساش لو عاجبك المقطع ده تدوس على الشاشة مرتين هتلاقي هنا زر جرس هتضغط تلقي جميع الاشعارات عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من تفسير الأحلام في أمان الله والسلام عليكم